إلى تونس تظاهر مئات الشباب في العاصمة السبت لتنديد بما وصفه القمع البوليسي والمطالبة بالإفراج عن الموقفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين وانطلق المحتجون من صحة حقوق الإنسان ووصلوا إلى شارع لحبيب بورغيبة غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية على ما أفادت وكالة الصحف الفرنسية لا يخرج الرؤي في هذه المسيرة الاحتجاجية من أجل مطالب سياسية واجتماعية ويقول إن مؤشرات تراجع هامش الحريات العامة والفردية في البلاد باتت واضحة قاعدين يخدموا في رواحهم وفي مصالحهم نساونا نحن نساولي عندهم شعب نساولي عندهم شباب عندهم مطالب وحقوق وحريات يحب يمارسها عليش منيش ولاد بلادهم نحن نحب بطونيس كثير منهم عليش ما يعجوينيش حق من حقوقنا عليش ما يخلوينيش نمارسوا حاجاتنا وحرياتنا علي مسيرة جابت شوارع العاصمة وعلى بعد أمطار من وزارة الداخلية التوليسية ردد مئات المحتجين شعارات سياسية تطالب بإسقاط نظام الحكم الحالي احتجاجات يقول منظمها إنها لن تتوقف اليوم منظومة الحكم في ويد تخم في مصالحها والشعب في ويد هكذا لديه احتجاجات ضد القمع البوليسي اللي معناها خطر المنظومة مش قاعدة تسمع في الشباب المحتج مش قاعدة تسمع في الشعب دائرة احتجاج مش تتوسع وبالتزامن مع حالة الاحتقال الاجتماعي هذه يرى متابعونا أن تفاقم الأزمة السياسية داخل البرلمان وبين السلطات الثلاث قد تؤدي إلى تأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد السلطة تتصارع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان يتصارعون فيما بعضهم وبرغم المحاولات فإن المظاهرات حتى وان قمعت في يوم ما فإنه ستكون هناك مظاهرات وان كانت خارجة مظاهرات ستأتي على الأخضر واليابس لان ستكون ثورة الجيعة هذه المرة في المقابل تترقب حكومة هشام المشيشي موعدا لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس قيسس عيد مؤشرات أزمة دستورية بين السلطات الثلاث تلوح في الأفق دون خيارات سياسية واضحة قد تدفع نحو امتصاص حالة الغضب الشعبي في توناس بين الصراعات السياسية داخل البرلمان وبين حالة الغليان في الشارع لا تبدو بوادر انفراج الأزمة واضحة وفق مراقبين أزمة قد تتفاقم أكثر في المرحلة المقبلة بتأخر استجابة الحكومة لمطالب التونسيين جلال موانع الحرى للحديث حول هذا الموضوع ومناقشته ينضم إلينا في من تونس أيمن الزمال المحلل السياسي والمختص في شؤون البرلمان سيد أيمن أهلا مرحبا بك بداية حالة الاحتقان غير المسبوقة في الشارع كيف تصفها جراء قمع المتظاهرين وحملة التوقفات نعم مساء الخير المسيرات والتظاهرات والمظاهرات في تونس متواصلة يعني انطلقت عفوية وكانت وعنيفة أيضا من قبل الشباب ثم تحولت إلى تحركات منظمة تقودها أو تحركها يعني مكونات المجتمع المدني وأيضا بعض الجمعيات الشبابية القادرة التي قادرة على إخراج الشارع وخروج الشباب إلى الشارع في نهاية الأمر فإن الوضع السياسي أو الوضع الاجتماعي والاتصادي صعب هذه المظاهرات تقول أنها تحركها مكونات المجتمع المدني أما حملة القمع البوليسية التي يتظاهر كذلك من جانب آخر الشارع التونسي ضدها من يتحمل مسؤوليتها ومن توجه له أصابع لتها؟ بطبع الحال تتحمل السلطة السياسية في تونس مسؤولية كاملة إزاء هذه التحركات وهذا الاحتقان المتواصل والكبير في البلاد لأنها شرعت للتدخل العنيف من قبل قوات الأمن والإيقافات الكثيرة التي يقول المجتمع المدني أنها بلغت الألف وستمائة إيقاف لشباب صغار طلبة وعاتلين على العمل وحتى قصر في أغلبهم وبالتالي فأن هذه الوضعية وهذا السلوك أنتج تحركا شديدا في الشارع واحتقانا وهذه التحركات قلت أنها أصبحت منظمة لم تكن من البداية منظمة كانت عفوية وكانت عنيفة ثم تحولت إلى تحركات ومسيرات منظمة ومهيكلة وأصبحت تعطي أو ترفع شعارات سياسية بعد أن كانت احتجاجات دون شعارات كانت عنيفة وكانت ردة فعل شعبية ضد الممارسات السياسية بالبلاد وضد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعيشها البلاد وأصبحت اليوم مسيرات وتحركات سياسية تطالب بإطلاق صراح الموقفين تطالب بإسقاط النظام تطالب بالحرية تطالب بذهاب الدولة البوليس وما إلى ذلك وهذا ما يصير في شارع التونس سيد أيمن هل لحركة النهضة ضلوع فيما يجري ودور في قمع الشعب التونسي الذي يتظهر جراء ظروفه المعيشية كما يقال في تونس للأسف نعم حركة النهضة لها يد فيما يحصل في تونس خاصة أن عدد من القيادات من الحركة كانوا قد قالوا منطوقا وبوضوح أنهم سيستدعون شبابهم حتى يؤازرون هؤلاء الشباب القوات البوليس في ملاحقتهم للمحتجين وللبسطاء والمهمشين الذين يخرجون للشارع احتجاجا على أوضاعهم وبالتالي فإن الحركة اعترفت بوضوح بمسؤوليتها ضد الشعب التونسي وضد الحركة الاحتجاجية في البلاد ويستطفت إلى جانب القوات الأمنية وإلى جانب سلطتها الحركة تحفظ على وضعها هي متماعشة والحركة نعم الحركة حركة النهضة فيما يتعلق بسؤالك حول حركة النهضة فإنها تتماعش من الأزمة السياسية الحالية لأنها ترفي السلطة منذ عشر سنوات عشر سنوات من التسويف ومن المماطلة ومن الفشل الاقتصادي والاجتماعي الواضح رغم المكاسب السياسية القليلة حيث النهضة لا تريد أن يغير الشارع شيئا تريد أن تظل الأوضاع على ما هي عليه لأنها في نهاية الأمر تحكم في البلاد هي موجودة على رأس البرلمان السيد راسد الغنوشي هو رئيس البرلمان التونسي وهو زعيم الحركة وأيضا هي موجودة بقوة في السلطة التنفيذية في حكومة السيد هشام المشيشي اليوم وهي تحرك هشام المشيشي فعلا في رأيك سيد أيمن هل تمارس حركة النهضة ضغطا سياسيا على السلطة الرئاسية لإرغام قيس سعيد على استقبال استقبال الوزراء الجدد وأداء اليمين الدستوري أمامهم أمامه نعم حركة النهضة تعمل بكل جهدها حتى تقزم من رئيس الجمهورية وحتى تجعله بعيد كل البعض عن اتخاذ القرار في البلاد وحتى لا يكون رقما صعبا في المجهد السياسي والأزمة السياسية الحالية تؤكد ذلك على مستوى آخر حركة النهضة أيضا لا تريد أن يكون لقيس سعيد الذي يحظى بشعبية إلى اليوم حتى وإن نقصت قليلا ولكنه يحظى بشعبية كبيرة وصارت له خلال الأيام القليلة الماضية أنتم تعلمون تلك العملية المتعلقة بالظرف المشبوه الذي وصل الرئاسة والذي يعد تهديدا مباشرا لا نعرف أي جهة تتحمله ومسؤول عنه ولكن في نهاية الأمر هناك تهديد واضح لرئيس الجمهورية وحتى في تصريحات قيادات من الحركة تذهب وتلوح إلى إخراج فني سياسي وإخراج فني دستوري يتعلق بعزل الرئيس حسب ما يذهب إليه الدستور التونسي شكرا جزيلا لك المحلل السياسي والمختص في شؤون البرلمان أيمن أزمالي حدثنا مباشرة من تونس العاصمة ترجمة نانسي قنقر